اشتركوا في القناة واعرب اسمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة عن سعادته لرعاية هذا الاحتفال الذي ضم رواد العمل الوطني في الجانب الرياضي مشيرا الى ان مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تزخر بالعديد من الواطنين ممن قدموا وساهموا في العمل التطوعي والوطني مضيفا ان تكريمهم مبادرة طيبة وتعتبر خير مثال للاجيال القادمة وحافزا لهم في العطاء الوطني لمملكتنا الغالية واثنى سموه على اهتمام محافظة المحرق باقامة هذا الاحتفال السنوي لتكريم رجالها الوطنيين المخلصين والمبدعين في كافة المجالات من جانبهم اعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لرعاية سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة هذا الاحتفال وامسية تكريم التي تعتبر بمثابة الوفاء لمن قدموا افضل الصور للعمل الوطني في شتى المجالات بعدها تفضل سمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة بتكريم رواد العمل الوطني ورواد العمل الوطني في المجال الرياضي وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المكرمين وفي نهاية الحفل قدم سعادة مستشار جلالة الملك المفدى لشباب والرياضة وسعادة محافظة المحرق هدية تذكارية لسمو الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة راعي الحفل والتي عبرت عن اصالة المحرق وتاريخها العريق شاكرين ومقدرين رعاية سموه الكريمة لاحتفال محافظة المحرق بتكريم رواد العمل الوطني شكرا للمشاهدة